اشتركوا في القناة ومصالحه العليا جاء ذلك في إطار استخدامه لحق الرد مرتين على إثري المداخلة المدبجة بالكاذيب لاستفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع خلال أشغال لجنة الرابعة والعشرين وفي هذا الإطار صرح السفير هلال بأن الجزائر التي استنفدت كل مناصرها والمتواطئين معها استقدمت إلى اجتماع لجنة الرابعة والعشرين ثلاثة أشخاص خانوا بلدهم وقدمتهم بصفة مقدم ملتمس لا ليتحدث عن الصحراء المغربية بل بهدف التحريض على العنف والنيل من المؤسسات المقدسة للمملكة مضيفا أن ما حدث في هذه الجلسة أمر مرفوض مطالبا من اللجنة ومن الشعب الجزائري أن يكونوا شاهدين على ما يقع وقال الدبلوماسي المغربي أن الحكومة الجزائرية استقدمت إلى نيويورك زمرة من المرتزقة وقامت بتمويلهم واقتناء تذاكر السفر وتحملت تكاليف إقامتهم في فنادق لكي يهاجم مؤسسات المملكة معتبرا أن المغرب الدولة العريقة القائمة على نظام ملكي يمتد لخمسة قرون لن تستقدم أبدا جزائريين من أجل مهاجمة الدولة الجزائرية ومؤسساتها مسجلا أن استقدام هؤلاء المجرمين الثلاثة يجسد بحد ذاته فشل الجزائر وإخفاق مشروعها لانفصال هذا تمت إدانة تجنيد جماعة البوليساريو الانفصالية المسلحة لأطفال مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر وأكد عابدين الوالي رئيس المنتدى الأفريق للدراسات والأبحاث في الحقوق الإنسان أن تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف يعد أحد مظاهر الانتهاكات الممنهجة والمتكررة لحقوق الإنسان التي يتم ارتكابها على التراب الجزائري من طرف قياد الحركة الانفصالية وأشار إلى أن إقحام البوليساريو للأطفال في النزاعات المسلحة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي في موضوع آخر شكلت تعزيز التعاون في المجال الثقافي بين المغرب والصين محور مباحثات جارت اليوم الخميس برباط بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وأنائب وزير الثقافة الصيني راو تشاون باقي التفاصيل مع هشام فرحان المباحثات بين وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد ونائب وزير الثقافة الصيني راو تشوان ركزت على تعزيز سبل التعاون الثنائي في المجال الثقافي وذلك عبر إطلاق مبادرات ثنائية في مجال السينما والصناعات الثقافية والصناعة الألعاب الإلكترونية التعاون في المجال الثقافي غيجي ليقوي العلاقات الشعبية والحكومية ما بين الصين وبين المملكة المغربية وهذا هو الهدف مرة أخرى أن التقافة تكمل العمل السياسي يعني العلاقات الخارجية تكمل حتى العلاقات والتبادل الاقتصادي اللي يكون وفي أعقاب هذه المباحثات تم التوقيع على البرنامج التنفيدي للتعاون في مجال الثقافة الفين واربعة وعشرين الفين وثمانية وعشرين ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين وتشجيع الزيارات الثنائية فضلا عن التنصيق والتعاون على مستوى منظمة اليونسكو سعيد لكون اللقاء مع الوزير بن سعيد توج بالتوقيع على برنامج تنفيدي والذي يمتد لخمس سنوات ونحن في وزارة الثقافة الصينية نتطلع للمشاركة في الجهود التي تقوم بها وزارة الثقافة في المغرب للنهوض بالجانب الثقافي من خلال تبادل الخبرات والتكوين المستمر هذا واتفق الجانبان أيضا على التنسيق الثنائي في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بالثقافة قام أعضاء الوفد الرسمي للحاج لهذه السنة الذي ترأسه وزير صناعة والتجارة رياض مزور مساء أمس الأربعاء بجولة تفقدية لبعض المقارات السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة للوقوف عن كثب عن أحوالهم وظروف إيوائهم واطلع الوفد الرسمي على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وأحوالهم خلال فترة إقامتهم بالديار المقدسة وقد لمس الوفد الرسمي ارتياحا لدى الحجاج المغاربة لظروف الإيواء ومستوى الخدمات المقدمة لهم من تأطير وتطبيب وإرشاد وتنقل إضافة إلى قرب مقر سكنهم من الحرم المكي وعبر عدد من الحجاج المغاربة للوفد الرسمي عن ارتياحهم لظروف إقامتهم والخدمات التي تقدم لهم من طرف المغطرين الدينيين والأطرة الطبية من أطباء وممرضين في الضيار المقدسة أفضت المديرية العامة للأرصادية الجوية بأنه يرتقب أن يشهد عدد من قلم المملكة غدا الجمعة وبعد غد السابت هبات رياح قوية تتراوح بين 75 و90 كم في الساعة مع تطاير الغبار وأوضحت المديرية في نشرة انذرية من مستوى يقضى برتقال أنها هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كم في الساعة مرتقبة بكل من ورزازات وزاقورا وطاطا وتنغير ورشيدية وذلك ابتداء من الساعة الخامسة من بعد زوال يوم غد الجمعة إلى غاية الرابعة صباحا من يوم السابت وأضاف المصدر أن هبات رياح قوية من 80 إلى 90 كم في الساعة ستهم كذلك إقليم ميدلد وتوريرت وقرثيف وبولمان وتنغير وزاقورا والرشيدية وفيقيق وبركان وجرادا ووجد أنجد بعد غد السابت من الساعة العاشرة صباحا إلى السابعة مساء أوصت شركة الوطنية لطرق سيارة بالمغرب مستعمل طريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر والاستعلام عن حالة حركة المرور نظرا لحركة السير المهمة التي ستعرفها شبكة طرق السيارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكر بلاغ للشركة اليوم الخميس أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك تنهي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم كافة مستعمل طريق السيارة بأن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة خاصة أيام الجمعة والسبت والأحد الربع عشر الخامس عشر والسادس عشر من يونيو ٢٣ ما بين الساعة الثالثة زوالا والعاشرة ليلا ويوم الثلاثاء الثامن عشر من يونيو الجاري الذي يصادف الرجوع من عطلة العيد ما بين الساعة الرابعة بعد الزوال والعاشرة ليلا ومن أجل سفر أمن ومريح يضيف المصدر ذاته أوسط الشركة مستعملية طريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر والاستعلام عن حالة حركة المرور الأنية من خلال تطبيق أدام تخافيك والاستعلام عن الحالة الجوية مع توخي الحيطة والحذر في حالة هبوب رياح قوية أمطار أو ضباب على مستواجهة العيون السقي الحمراء تم إعداد حوالي 47 ألف رأس من الأغنام والماعز للذبح خلال عيد الأضحى تشمل الأغنام والماعز إضافة إلى المواشي المستوردة تقرر لرضوان مستقيم أسواق بيع المواشي المعدة للذبح بمناسبة عيد الأضحى 1445 على مستواجهة العيون السقي الحمراء تشهد عرضا وفيرا ومتنوعا وعمليات متواصلة لمراقبة الحالة الصحية للأغنام والماعز وتنظيم عمليات البيع العرض من الماشية الموجهة للذبحة خلال هذه المناسبة هو 47 ألف من قطيع الماشية منها 14 ألف وسبعمائة رأس من المعز والبقية من الأغنام وفي إطار مواكبة هذا المناسبة السعيدة تقوم الموديلات الجوائية الفلاحة لجهة العيون السقي الحمراء رفقة ليجن محلية وإقليمية بتتبع ومراقبة الأعلاف الموجهة للماشية وكذلك الماء الشرب تسجيل ضيعات تسمين الأضحى وكذلك عملية الترقيم للأضحى المعدة للذبح في يوم الأضحى فهذه العملية نقوم بها بشاركة مع الجمعية المغربية للمربي الغانم والماعز العملية بدأت في يناير 2024 ومستمرة حتى الآن الهدف من هذه العملية هو التتبع المصار والأغنام عملية ترقيم الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى والتي يستفيد منها مجانا جميع الكسابة على غرار السنوات السابقة تهم وضع خلقة ذات لون أصفر بإحدى أذني الشات تحمل رقما تسلسليا مميزا وعبارة عيد الأضحى باللغة العربية وسلالة رأس الخروف صلت المجلس الإقليمي لإسمار الدوء خلال دورته العادية لشهر يونيو التي عقد مؤخرا على وضعية قطاع الصحة وسبول النهوض به فضلا عن نقطة أخرى ضمن جدول الأعمال بقي التفاصيل مع شيماء بك وضعية قطاع الصحة وسبول النهوض به على طاولة نقاش اجتماع المجلس الإقليمي لإسمارة خلال دورته العادية لشهر يونيو أعضاء المجلس وخلال هذا اللقاء وقفوا على الإقراهات التي يعاني منها قطاع الصحة بهذا الإقليم من خلال عرض قدمته المندوبة الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية تطرق إلى بعض الإقراهات والمشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة بالإقليم كما تطرقنا فيه إلى بعض الحلول والاقتراحات وإلى الشراكة والدعم الذي تلقاه منظومة الصحة من طرف المجلس الإقليمي بإسمارة مشكورين بالرغم من المجهودات المبذولة لنهوض بقطاع الصحة بإقليم إسمارة إلا أن القطاع لا زال في حاجة إلى موارد بشرية لسيما الأطور التبية والتقنية وأكدت تجهيزات ضرورية لفائدة الأطباء الاختصاصيين حسب أعضاء المجلس كل شيء رفعنا فيها مجموعة دين الملتمسات لإكرهات كعينة فعلا موجودة ولكن نحن نتبع هذه الملفات ودعمين كل المشاريع الشجاعة نحن ندعمها بشكل كبير ومشاريع التي تعطي الأولوية لسكان القليم إسمارة هذا وطلع أعضاء المجلس خلال هذا اللقاء على واقع تعليم العالي بالإقليم والأفاق المستقبلية وأكد وضعية قطاع المياه والغابات من خلال عرضين ملفصلين قدمهما كل من عميد الكلية متعددة تخصصات بسمارة والمدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات دوليا أعلنت وزارة دفاع الروسية نموسكو نفذت عمليات إطلاق إلكتروني لصواريخ في إطار مرحلة ثانية من تدريبات على كيفية نشر أسلحة نووية تكتيكية بقي التفاصيل في تقرير لفدوى نافيل ردا على التهديدات الغربية وبموجب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأت المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية وزارة الدفاع الروسية قالت إن روسيا نفذت عمليات إطلاق إلكترونية لصواريخ في إطار مرحلة ثانية من تدريبات على كيفية نشر أسلحة نووية تكتيكية الوزارة أضافت أنه في إطار هذه التدريبات للقوات النووية الغير الاستراتيجية نفذ أفراد من وحدة ليننجراد العسكرية للصواريخ مهمات تدريب قتالي على التقدم بشكل مستتر ثوب منطقة محددة والإطلاق الإلكتروني للصواريخ على أهداف معينة للعدو المشاركون في تدريب طواقم القوات البحرية نفذوا جوالات في منطقة دورية محددة هذا وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء هذه التدريبات بعد إشارات من مسؤولين غربيين حول السماح لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بأسلحة غربية إلى الولايات المتحدة حيث تعرض جنوب ولايات فلوريدا لعوصف شديدة أمس الأربعاء أدت لغمرية الطرق والمنازل بقى التفاصيل في السياق التقرير التالي الهيئة الأرصاد الجوية الوطنية في فلوريدا أصدرت تحذيرات من حدوث فيضانات مفاجئة في أجزاء من مقاطعتي مايامي دايد وبروورد حيث غمرت معدلات هطول الأمطار الطرق وعرقلت حركة السير الهيئة قالت إن أجزاء من مقاطعتي بروورد ومايامي دايد لا تزال تشهد فيضانات تهدد الحياة وتؤثر على المنازل والشركات والطرق هيئة الأرصاد الجوية تتوقع نشاط أعاصير فوق المعتاد في حوض المحيط الأطلسي هذا العام لموسم الأعاصير الأطلسي لعام 2024 والذي يمتد من 1 يونيو إلى 30 نوانبر ولاية فلوريدا تشهد هطول أمطار وعواصف متكررة كل عام بسبب موقعها الجغرافي حيث تعرضت في 29 من غشت من العام الماضي لعاصفة إيضاليا والتي أصفرت عن مقتلي شخصين أعود مشاهدين للأخبار الوطنية ومن المراكش التي تحتضن أشغال مؤتمر دولي حول موضوع الطاقة والماء والذي انطلقت أشغاله اليوم الخميس بكلية العلوم السملالية بقي التفاصيل مع رغدا الطاقة والماء تقدم ورؤى موضوع مؤتمر دولي انطلقت أشغاله بكلية العلوم السملالية بمراكش بمشاركة ثل من الخبراء والباحثين والأكاديميين المؤتمر يهدف إلى مناقشة التطورات المسجلة والتركيز على المقاربات التي سيتم اعتمدها لمختلف مكونات الطاقة والماء باعتبارهما دعيمتين أساسيتين للتنمية المستدامة حدث يتعى كذلك إلى المساهمة في التفكير الهدف إلى تقديم حلول مبتكرة وإرساء ممارسات جيدة تتعلق بتدبير الماء والتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ المواضيع المطروحة تكتس أهمية كبيرة للنقاش اليوم هو مناسبة لخلق تأذر بين مختلف الفعالين في هذه المجالات للمساهمة في الجهود المبذولة لتقديم حلول مبتكرة ومناسبة لهذه الإشكاليات برنامج المؤتمر يتضمن جلسات ومداخلات تتناول موضوعات تتعلق بالطاقة المتجددة وتدبير المياه يؤثرها مجموعة من الخبراء والباحثين في أخباري الفن والثقافة توجى فيلم الكلمات التي امتلكناها يوماً للمخرج الفرنسي رافاييل بالجائزة الكبرى للدورة الخامسة عشر للمهرجان دولي للشريط الوثائق بمدينة أغادير بقي التفاصيل مع شيماء بكة الإبداع الفرنسي يحتفى به بمدينة أغادير فيلم الكلمات التي امتلكناها يوماً لمخرجه الفرنسي رافاييل بيلوسيو يتوج بالجائزة الكبرى نزه الإدريسي للدورة الخامسة عشر للمهرجان الدولي للشريط الوثائقي وذلك خلال حفل اختتام هذه التظاهر بحضور ثلة من الفنانين والسينمائيين والشخصيات من مختلف المشارب كما تم أيضاً بهذه المناسبة منح جائزة لجنة تحكيم الخاصة لإبراهيم نشأت عن فيلمه هوليوود جيت فيما توجى فيلم أومي نوبو الرجل الجديد لمخرجه كارلوس يوروي كونينك بجائزة الشريط الروائي الأول كما حصل الفلمان الوثائقيين لن تتركن الطيور للمخرجين دانيل دافيو محمد صباح والحياة حلوة للمخرج محمد جبالي على تنويه خاص من لجنة تحكيم المهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأغادير شكل فرصة لعشاق السينما بالمدينة ولجميع عشاق السينما الواقع بالمغرب لاكتشاف أفضل ما تم انتجه في مجال السينما الوثائقية الدولية على الشاشة الكبيرة وفي الختام جرى بمسرح محمد الخامس برباط تقديم العرض المسرح ليجيا وهو مونولوج يستعرض جوانب من الحياة المضطربة لشخصية رمزية التي تجسد حياة النبلاء في المجتمع السويسري خلال القرن التاسع عشر بقى التفاصيل مع رغد قابوري بمسرح محمد الخامس برباط جرى تقديم العرض المسرح ليجيا وهو مونولوج يستعرض جوانب من الحياة المضطربة لليجيا ويلتي إيشر الشخصية الرمزية التي تجسد حياة النبلاء في المجتمع السويسري خلال القرن التاسع عشر قمت بأداء هذا الدور بشكل منفرد من أجل دفع الجمهور إلى التركيز حصريا على بطلة العمل لما تحمله قصتها من رمزية على كل المستويات العمل المسرحي الذي يدخل في قلب المونودراما يستعرض جوانب من المآسي الشخصية في حياة البطلة ليديا التي رغم المآسي كانت شغوفة بالفن حيث أنشأت مؤسسة ويلتي إيشر ستيف تانغ من أجل دعم الفنانين السويسريين أنا سعيدة جدا بهذا العمل المسرحي الذي يجسد قصة أثرت في المجتمع السويسري المعاصر لما تحمله من تقلبات وتثيره من جدل المبادرة تندرج في إطار الأنشطة الثقافية للسفارة السويسرية والتي تهدف إلى نشر وتثمين الثقافة السويسرية بالمغرب بعد الخبر المشاهدين نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة نشكر لكم طيبة المتابعة في أمان الله